رجعنا دكتور رجع لي الموضوع الاشتراط في سيد الصدر بانه الحوار يكون علني حضرت قلت اوكي وربما هذا يعني بيه ضمانات اللي يطالبها سيد الصدر بس هل تعتقد ان بقية الفراقاء يوافقون على حوار علني امام الجمهور لا يعرفون ما سيثار به مو من حق الجمهور ان يسمع النخب السياسية على ماذا تختلف وبماذا تتفق مو من حق الشعب العراقي هذا الشعب مو من حق ان يسمع اللي دايقودوه ودايودوه الى الداهيات مو من حق ان يسمعه شن الاختلافات في المبيناة يعني هذا مطلب واقعي طبعا ومطلب وعملي اعتقد مطلب شعبي ايضا وعملي وعملي نعم بس بس لماذا ليكشف كل الامور ليكشف كل الامور احنا دائما التظاهرات تطلع تتحدث تقول محاصصة وتوزيع امتيازات فيما بينهم خلي نشوف عليش دا يتحاورون ولماذا هم مختلفين هل هو صراع على السلطة نعم لو هو تنافس في خدمة الشعب نعم انها رح تبين هذا امتحان وامتحان واضح الشفافية بس احنا نتعدث بس احنا نتعدث خلي اختصر فيها كلها الحوار لابد وان يتمتع بالشفافية بالعراق احنا نقول عملي بالعراق يعني هذا الانسداد العراق يستحق قادة يتمتعون بالشفافية في حوار فيما بينهم اشتركوا في القناة